يوجد داخل المصنع فيقول لك موجد الكثير عم تحكي معي السطر عالق مسمعتش اوكي ما في مشكلة كنت عم قل لك خد نوت اذا في كلمات جديدة ما بتعرفها انت تسأل المهندس ماذا يوجد في المصنع التودي هو يقول لك في الكثير من المكانات اليسين يوجد عمال ومكانات او يعني شوورو لونهول مكان امبالا ويوجد داخل المصنع يوجد من سجات يعني مواد نسيج لجورناليست demande au ديركتور السحافي بيس المدير ليس كذلك انت تسأل المصنع يوجد داخل المصنع يقول كالسان الهرار داخل المصنع في هذه المصنع ما هي أوقات العمل في المصنع او اي ساعة يبدأ العمل في المصنع تدماند الو ديركتور انت تسأل المدير على عدد العمال تدي كم بيان دووري ياتل دان ست ازين كم عامل يوجد في هذا المصنع او ما هو عدد العمال في هذا المصنع رقم اربعة انا انجانيار فرنسي مهندس فرنسي بيسأل كم مصنع فينا نزور في مصر او في القاهرة فانت بتقول لا لا مصر لازيزيد تكستيل امحلة معامل النسيج في المحلة معامل السيارات في حلوان ومعامل السجات شو بتقول لولو المفارش في العشير من رمضان العشير من رمضان مؤمن انت معي هم تسمعني اوكي تمام صديقك الفرنسي بيسألك مصر بتصدر ايه تلوي دي اكسبورت دي برودي اغريكول يعني مواد زراعية لزيزين اجيبسيين اكسبورت تكستيل يصدرون نسيج وان اكسبورت تطبيق للاترانجي وممكن نستورد من الخارج اللي هو السجاد من رمضان اوكي تمام تتنفور سور لزيزين دي محلة انت تسأل عن المصانع في محلة تدي تنفورت لزيزين امحلة ماذا تقوم بصناعة المصانع في محلة تصنع ماذا كسك لزيزين دو محلة فبريك ماذا تصنع كم يدوزين اياتي امحلة كم مصنع يوجد في محلة المهندس بيسأل العمال اذا خلصوا عملهم دو فنير لور ترافاي اللي دي عم يطلب منهم انهم يخلصوا عملهم بسرعة فالفو كون فنير ترافاي ايه التليفون بس في معك تليفون ايه ايه مستمم خلاص اوكي 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 مؤمن فكنا عم نقول رح زور هالمصنع هالمصنع بيصنع سيارات بجودة عالية الديالوج كسك الترافاي اكومنس دان سات اوزين يعني اي متى يبدأ العمل او منذ متى بدأ العمل في هذا المصنع منذ الف تسعمية وعشرين ماذا يصنع هذا المصنع يصنع السيارات والاوتوبيسات هل تكفي الانتاج يكفي للانتاج الاستهلاك المحلي وي نعم والمتبقي يصدر للخارج كالسان لجور ديقون ما هي ايام العطلة لديكم فيقول لسامدي وديمانش يعني السابت والأحل ركون تا فيزيت اوزين يعني تكلم عن زيارتك لمصنع فبقول ايار انا البارحة جي فيزيت الوزين دفلاتور امحلة الكبري فانا رحت وزرت مصنع هيدا المصنع كمان قلو عليها بالنسيج بكبري بمكان اسمو الكبري فأولا شي الوزين التريقران المصنع كبير جدا وسادفيل ايكون نود وهي معروفة هذه المدينة بالنسبة للنسيج او صناعة النسيج فيها لزوفرية رفايس وردي ماشين الترا مودان العمال يعملون على مكانات متطورة جدا كمية كبيرة من الانتاج يكفي للاستهلاك المحلي اما الباقي فيصدر الى مختلف بلدان افريقيا تمام هلا مو من نحنا خلصنا بارت كتير مهمة بقي علينا بس اجزرسايزز نحنا اليوم بعشرة الشهر فعليا هيكون عنا قسة يومين هاي الجمعة وبركي بيخدلك انا حصة اضافية مشان اذا كان عندك بس اسئلة اليومين هنه رح يكونوا نحنا عشرة الشهر اليوم صح عشرة يعني بكرة الاحد بيكون 11 انا عندي يك بكرة 12 13 14 15 بدا تكون 15 المراجعة يعني انا بدي وقف شغل وبدي بلش مراجعة لهيك يا مومن انا مضطرية اني اعطيك حصة تانية بتقدر اني اعطيك هلأ بعد نصص ساعة دغري بنمشي قصة شوي بنخلص كم اجزرسايز ولا بتفضل الوقت تاني ما عندي مشكلة اختار البدا كيف بس المهم بدي قصة حصة يعني مسلا ممكن يوم الجمعة او السبت ولا بعيدة بعيدة بدنا نحاول نقربها شوي يعني اذا فينا المشكلة انا 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 عندي ضغط كبير يعني انا ليش اخترت اليوم السبت لانه اليوم السبت قليل الشغل عندي تب شوف مؤمن خليني بس هيك بص بص انا على طيب مؤمن خلينا خلينا نعمل بس كل اكتر طيب خلينا ناخد بص ربع ساعة معلي بص ربع ساعة ونشوف بعدين الحصة التانية امتعنا وناخدها اوكي تمام ماشا يلا على السريع ما رح اطول عليك يلا اول شي اسمع ازين دو تكستيل ابنها شارش ترواز الجنيار يعني مصنع ببنها للنسيج بيفتش على ثلاث مهندسين كونديسيون الشروط اكسبرينس بلو دو سينك ان خبرة اكتر من خمس سنوات عمر ما بين ثلاثين والخمسة وثلاثين ويكون معه سيارة من سكان بنها يتكلم انجليزي وفرنساوي مستعد للسفر الى الخارج لازم يحضر مع وراؤه ساعة عشر الصبح لحد الظهر ما عدا يوم الجمعة يوم السبت الادراس يعني العنوان دي سرو مصطفى كامل بنها والتلفون هو كذا كذا مؤمن هادي ازين فوتور ولا تليفزيون ولا تكستيل تكستيل ساتذين دمان اوفريي ولا انجنيار ولا اوفريي اينجنيار شو بد هيا عم تطلب شو موهندسين ولا عمال صح موهندسين صح الانجنيار دمان دي با وار قداش ممكين يكون عمرو الموظف بين 30 و 35 اي لنا 32 25 أو 40 طبعا نختار 32 لانو بين 35 و35 ما في عندي 32 او اي اي يوم فينا نروح سامدي وفندردي ولا مردي هني قالوا ما عدد هلا تسمعني هلا او 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 فنحنا ما من نختار السبت والجمعة من نختار الثلاثة لانو سبت الجمعة بسكروا لانو هل تسمعني شو لازم يحكوا اللغ اللي هني الفرنساوي والانجليزي او تليفوني ها تليفوني ها تليفوني لانو حطي لرقم التليفون الانجينيور demand اي دوات اتر لان دي زبتان دو بانها لازم يكون موظف موظف مو من سكان بينها صح ولا لا اه صح لا اه نعم بالعليك عبيتان دو بينها سكان من سكان بينها او طيب هي طالبة خمس مهندسين فري وفو خمسة سواني مو من هي ثلاثة لأي كفو ثلاثة اوكي او 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 شهاد او 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 بل عربي بأولولو مثل الباطون افتكر الباطون السماء الباطون ده ايه اللي انت بتعملوه تتبني فيه اسمنت اسمنت باسيود هايدي المصنع بتصنع اكتر من 10.000 تون باليوم وفي عندهم 2000 عامل و200 مهندس وكوردو سات فيزيت خلال هذه الزيارة ديركتور دوليزين يعني مدير المصنع وكبار المهندسين قبلوا الرئيس الجمهورية الرئيس الجمهورية كان معه الوزير الصناعة وزاروا اجزاء مختلفة من المصنع ديركتور حتى الله فزاعتني عن حردك ديركتور دوليزين أبرونو سي أمو فإذا مدير المصنع ألقى كلمة حول المشاكل يلي عميعانوا مننا مثل نقص المواد الأولية ماتيار براميار يعني مواد أولية وعن مشكلاتهم في الراتب رواتب العمال آفا رئيس الجمهورية وعد نو يليقي حلول لمشاكل والرئيس راح أخذ الطيارة مشان يروح على كار ساعة عشرين البروغرس إيجبسيال سيمن الأسمان سالة الرواتب أبرومي وعد سو دوكومن يتحدث برينسيبالما دون برزيدان دون بروبلم ولا دون فيزيد فهو عم يحكي بس عن الرئيس ولا عن المشكلة ولا عن الزيارة شو بي رأيك المشكلة فيني أقول المشكلة وفيني أقول الزيارة تنصح دانسات يوزين إليا كم عندي عامل تعني بروم على العمال كم عامل ألفان يعني دون ميل رجع على قاهرة ساعة عشرين بتكون مساء الصبح ولا بعض الظهور ساعة عشرين عشرين بالليل بالليل صح يعني الوزير تبع سينا عم يجوزر المصنع شو بي رأيك فريو فو ما هو إجامعو دونك سي فو لانو ما قالنا ليكوه أكمباني المشكلة من المشاكل طبع هيدا المعلوم هو الرواتب صح أم خطأ صح صح البرزيدان أتروفي الرئيس وجد حلول لمشاكل العمال هل وجد ولا وعد أنه يجد معلش تتانية هل هو وجد الرئيس وجد حلول هل هو فعلا وجد حلول ولا هو بالنص وعد يلاقي حلول وعد وعد براو كي أرنطره البرزيدان عندما تتحدث من اللي أبالو لالبرزيدان من اللي أبال الرئيس من طالع المدير هاي شوك المدير و كبار المهندسين هيدا أول سؤال عندما تتحدث البرزيدان يعني هنه اللي أبالو الرئيس كمان تستخدم البرزيدان كيف رجع على الكار كيف رجع على الكار على القاهرة للسيارة ولا كيف ها سواعني شو ذاكر ساطر مؤمن بعد شويتان كيف رجع أخذ الطائرة خلاص أخذ الطائرة مؤمن هلا رح نوص يا الله بعد شويت مؤمن أول الشي أم بوشي هو اللحام أو الجزار ماشي إن ماشين هي الآلة بايدي أنا انجينيار هو المهندس هيدا إن توني هو الملبس وإن أزين هو المصنع تمام مون بار ترافاي دان ستوزين في هذا المصنع نو فابريكون سو مودال نحنا منصمم هيدا المودال لمصنع خاص بالحرير دان ستوزين وفابريكون منصنع ملابس ستوزين هيدا المدينة مشهورة بإنها بتصدر المنتوجات إلى الخارج والإنجينيار دي شاف إي أره لا رو في شي غالط عملنا رو طيب مون بار ترافاي دان ست أزين الإنجينيار يعني مهندس الشاف إي أره لأنه طلع على برا سات في الإيكون مشهورة بصناعة الحرير وهذا المصنع أوكي منصنع الملابس وهيدا المودال اللي سنتين عم نشتغل فيه أوكي عفكرة بس اللي أنا كنت حاططته من قبل صح بس وصلت على كلمة ما بقف إلا ولا جواب ممكن يكون صح ولا هيك يضطر يتغير أوكي يلا رح ننزل لتحت يلا بقي شوي صغيرة بس بعمل هذا الإجزرسيس وبقال لك باي باي أوكي لات شوغر شايف شوغر تعي 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 قلت لها شوغر عمشة التانية يلا تنفي 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 أنت تدعو صديقك أو أنت لزيارة المصنع بتاع خالك أنت تقول أي وحدة هي مؤمن بختار برأيك نخر لا لألك ليش لأنه هنا عم تقول أنه خالك هو مهندس أو شو يقول أنه خالك مهندس ما أنت تعزم أن يروح معك فهي الأولى إذا منروح على مصنع خالي رح نكمل تدمان عن أنت تطلب من مهندس أوقات العمل في المصنع فأنت تقول لما بدأت تسأل تقول كال سون لزرار دو تترابي دان ستتزين رقم في المصنع في المصنع يعمل يعمل مكانات يعمل اللي بعد يلا تترابي تترابي صديقك الفرنسي يسألك ماذا تصنع مصنع محلة ماذا تقول يلا قللي أول واحدة يا مؤمن أي واحدة يجب اختار ماذا تستورد أوروبا من مصر فأنت تقول القطن السيارات ولا منا بأوروبا أصلا لجيب نبا عن أوروبا ما عليك تنعم إيها اللي مج بأوروبا أول الشي أنه هي بتاخد القطن أوروبا بتاخد القطن من مصر ولا بتاخد سيارات ولا سيارات أوروبا بتصدر سيارات لعندكم ولا هي مصر منها موجودة أصلا بأوروبا مصر آآ سواني سيارات أسيا وأوروبا لا ما بيهمك إذا هي موجودة ولا لا هلأ هو ما بيستاخدوا من عندكم قطن أنا بعرف ما بتصدروا قطن لا بنعمل قطن بالخلف الجبير جدا آه يعني ما بتصدروا قطن وبنصدر لا ما بيصدر المفروض ما هيدا هو اللي عم قوله فأنا ما بعرف أنا كنت من قبل سامعة أنه في عندكم قطن كتير منيح فما بعرف فقلت أنه ممكن يكون بتصدروه فأنت عم يقول أنه أوروبا بتستورد منكم القطن أو أوروبا بتصدر لكم سيارات على الأغلب إذا أوروبا ما بتاخد من عندكم القطن فإذا هي بتصدر لكم سيارات صح المفروض آه صحيح أوكي تتنفرب عن أزين أنت تأخذ معلومات عن مصنع فتقول مون بير تعمل في سات وزين أو سات وزين إلترا مودان أو كسك سات وزين فابريك أو ماذا تصنع هذه المصنع ماذا يصنع آخر واحد صح تدمان عن أن تسأل مهندس عن عدد العمال في المصنع فأنت بتقول ما أنت بتسأل عن عدد العمال فأيا واحدة رح تكون آخر واحدة كم عامل فيه أنا أكامل لأنه حيخلص الوقت الله صرنا عشر عشر آه هون هون تون أمي تدمان ماذا يوجد في المصنع يلدي هو يقول يلعك كسك نترون ماذا نجد في المصنع تدمان تدمان ما يوجد في المصنع أنت تسأل باباك ما يعمل الجورناليست الصحفي يلدي هو بيقولك يلفت يعمل تقارير تدمان خوك صغير بيس ماذا يوجد في المصنع فأنت تقول يجب أن تنهو أعمالكم في الساعة أو في الوقت المحدد تمام يا مؤمن مؤمن عن فكري أبدي أنا بس شوفك وردك تيكو القتلى لماذا تعمل هوموركك لماذا تعمل إزاي يا ميس يعني أنا لما ببعت على الجروب أنه يا مؤمن في دارس كذا كذا وفي واجب في دوفوار ليه ما بتعمل لي الدوفوار بحلو على الكتاب البي دي اف ايه كتاب مش معايا الكتاب كله منه معاك حل على الورقة نفسها بحل على على البي دي اف بحلو على ايه إزا البي دي اف منه معاك ببعت لك يا أنا وإزا منه معايا بحل مني طيب بليز يا مؤمن الله يرضى عليك لأنه والله العظيم بتصير بتساعدني بتقلل علي ايجزيرسايز بصير أنا بصحة لحون أنا وقاعدة عرفت كيف بصير بخفف عني تمام تمام يلا خير يا مؤمن بدك شي لا يلا بشوفك إن شاء الله باي باي